and this is in summary what the Shaykh Hussain the third question from the same sister سؤال الثالث من الأخت من تنزانيا كذلك تقول طيب هل يجوز أن ينشأ أو أن تنشأ جمعية إسلامية وتكون رسمية من قبل الحكومة وتختار لها رئيس بطريق التصويت سؤال الثالث منها طيب سؤال and the question in English she asked basically she said is it allowed that one establishes a Islamic group you know in line or following under the under the that is registered with the government and the head is chosen by voting يا بنتي من تنزانيا كان بودي أن تسألي عن أمر يخصك أنت كي تفيد منه ويفيد منه النساء ومثل هذا السؤال لا يصلح منك وجوابه منك لا يصلح لك والجميع 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 بناتنا التي يستمعن حديثنا الآن يا معشر المسلمات يا بنات السنة لا تدخلن في مثل هذه الأمور لتعنى لتعنى كل وحدة منكم بخويصة نفسها وإياكن أن تدخلن في أمر العام تقبلكن الله بالقبول الحسن وأنبتكن الله نباتا حسن إنه سميع قريب بخويصة نفسها أنت مفيدة هذا المقاوة السبب هذا المقاوة السبب هذا المقاوة السبب التي ستبقى المفيدة من الأجراء اخوة لكي تولي لكي تتحمل في حياتك وكي تليس بخیort بوصف الإسلامي الدكتور تجعل كل نشعر نعلم في الله هذا المسلم أن تجعل لأبواء السلسلة ومسلم أن تستمعوا في حلقة أبواء ومسلم أن تجعل لأبواء السلسلة هذا الوحيد لأبواء لأبواء الوحيدة And yourself, that you concern yourself with that which benefits yourself. And be careful from entering an affair, a general affair, which doesn't benefit you. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us and you with a good acceptance. And also that Allah subhanahu wa ta'ala makes us cultivated upon a good upbringing. For indeed He is all-hearing, the one who is near and answers all prayers.